بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد سيد الخلق أجمعين أما بعد بالنسبة للتجريه بتاع الخميرة التجريه الخميرة ده من الحاجات المهمة جدا يعني لو انت مشيت عليها على السيستم ده على طول في المزرعة بتاعتك أو للحلال بتاعك أن انت تعمله من الحاجات المفيدة جدا خاصة لما يبقى مثلا المعيز مثلا طلع من دور تعب أو انت مثلا كنت مستخدم معها مضاد حيوي قوي واسع المجال ده بيبدأ مضاد الحيوي انت بتستخدمه ده بيبدأ يقتل البكتيريا النفاعة اللي احنا معلها البكتيريا فلورا اللي بتبقى موجودة في الكرش بتاعها فبيقلل طبعا الهضم وبيقلل امتصاص المواد النفاعة اللي انت بتحطها في العلف بتاعك فنوعا ما هتلاقي نفسك ان انت بتحط الاكل ومش باين على الحاجة بتاعتك تمام لو برضو الحلال بتاعك كان عنده اسهلات شديدة وانت استخدمت تجريعات مثلا على حاجة من الحاجات المفيدة جدا ثانيا اصلا الحميرة من الحاجات اللي مليانة احماض امينية بطريقة كبيرة جدا وفي نفس الوقت بيبقى فيها البكتيريا النفاعة فطبعا لما تبدأ ان انت تجرحها اسبوعيا ولا حاجة وخاصة لما تبقى انت برضو عندك نقص في الفيتامينات مثلا او نقص في المعادن احنا بنبدأ نعملها على المية بشكل دوري اصلا وبعدين احنا هنرجع برضو نقول ان ديهات حاجة طبيعية يعني الخميرة ديهات من الحاجات الطبيعية فلو هي الحلال او الشغل اللي موجود عندك مش هيستفاد منها ففي نفس الوقت هي مش هتضر مش زي مثلا الادواء ولا حاجة في استخدم الذهاب طريقتين ان نستخدمها طريقة الاولانية ان نستخدمها على المية والطريقة التانية انه انه تعمل مثلا محلول بالخميرة وبتبدأ ان انه تضعه في الفيمة ساعتين ثلاثة حتى ان الفطر بتاع الخميرة البصدر متي يمكن ان نضعم bestimmت جديد و فديو الت PLO uing into three صارات مية وقادل خميرة اهي تمام خميرة عادية اللي هي بتاعة العيش اللي بتتحط على العجين والخبيز تمام اروح حاططها بليلها بالمية واقعو دوبها تبدأ تدوب معايا هو دانينا دوبها كويس لغاية لما تبقى مخلوطة بالمية كويس جدا ممكن تعملها على جردل كبير زي ده او ممكن تبقى تعملها مركزة مثلا على كوباية ولا حاجة وتبدأ ان انت تجرحها كل يوم طبعا من الحاجات اللي بتزود التحويل بطريقة طريقة غريبة جدا يعني لو انت عندك حاجة بتسمنها واشتغلت معهم تجريع آآ خميرة طبعا ده طبعا من الحاجات المفيدة جدا بتزود التحويل طبعا تمام ايه خلاص ايه ده بتخلص اهو تبدأ ان انت تقلبها كويس في المية وفي نفس الوقت انا بعمل اللي هو المخلوط بتاع الخميرة بالعسل لان انا كده خلاص انا بتأكد بس ان ما فيش اي حاجة موجودة من تحت لسه مدابتش خلاص واروح حاطت العسل كده انا حطيت كمية العسل واروح معلبه برده ده مخلوط خميرة بالعسل يعني من الحاجات المفيدة جدا عايز تحطه الحاجة والدة ماشي عايز تحطه الحاجة ايما من دور تعب برضو ماشي عايز تحطه لحاجات وانت موقف على التسمين مفيش مشاكل تحطه للطلايق برضو مفيش مشاكل مفيش منه اي ضرر لاي يعني لاي عمره من الاعمار او اي حالة من الاحوال لان هي في الاول وفي الاخر ده تعتبر حاجات طبيعية يعني ده تحاجات طبيعية فلو هي الحاجة دي مش هتفيد انا متأكد مليون المية انها مش هتضر طبعا العسل مليان 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 فوائد وامها طبعا الحديد طبعا الحاجات العشر او الحاجات اللي والدة انت عارف انها هتفك الدم اسناء الولادة الدم ده احنا بنعوضولها بالعسل وفي نفس الوقت علشان اتدفى ندف فيها هاتتقلب المخلوق